كيف لي أن أسرد قصة فاقت بجمالها قصص ألف ليلة وليلة كيف لي أن أكتب عنها وهي من خطط بيدها تاريخ الفن العربي كيف لي أن أغرد بكلماتي وهي الشحرورة التي غردت الدنيا وملأت الناس كيف لي أن أجالس أسطورة صعوبة على التاريخ أن يصدقها كيف لي أن أراقب القمر والنجوم في هذا الليل وأنا في حضرة الصباح على أي حال ولماذا كل هذه التساؤلات ها أنا في سبات حلمي الجميل فاغطاظي يا كوابيسي هذا الحلم سيحملني إلى فوق إلى العلاء فدعوني وشأني يا الليلة ولا تترك أحدا يوقذني ها أنا الآن في حضرة الأسطورة صباح مساء الخير مشاهدين مساء الخير شحرورة وأهلا وسهلا فيك بأصر سرسو عبر الشاشة الكريمة شاشة تليفزيون مستقبل هاللقاء أهلا وسهلا فيك أنت يا أجمل شام حبيبة قلبك هاللقاء يلي كله ليأة وكله أناقة وكله لبنان وكله أهم شيء اشتياء صبوحة نحنا لو شفناك عبكرة والدهر وعشية منظل مشتقين لك حيث شو أخبارك نيحة كيف صحتك هالأيام الحمد لله الحمد لله بعدني منيحة بتجنني ودايما في تألق وباستمرار الله كبير صبوحة دائما كنت أسأل هايك بيني وبينحالي إذا نرجع لورا لجنات الفغالي عبدادون عمنطقة ودي شحرور هالطفلة الصغيرة يلي كانت عم تلعب بالحقلة ومع العيلة بقى شي منها صور الزكريات هايدي نظبوط هني عائلتي وضيعت حياتي بقى بحبهم لأهلأ الحمد لله صبوحة كانت تعرف جنات فغالي هي وكانت طفلة أنه يوم من الأيام تحس أنه رح تكون أسطورة ورح تكون صباح بس كل إنسان عنده طموح يعني يمكن بموت مع الطموح يعني أنا هلأ أسجلت غنيتين لحبيب قلبي أساس مش يرجحها وما كنت نام كل الوقت وكي بدأ يغني وكي بدأ أقعد كي بدأ يوقف ف يعني وغنيتين ضربوا منيح ولما كنت صغيرة كنت حاسي حتصيري صبوحة مشهورة كنت تحب الشهرة من أنت وصغيرة كنت تحب الشهرة من أنها صغيرة شو كانت تعنيتك؟ كنت أعمل حفلات المدرسة للأهالي وغني لهم وغيك يعني منها قم كبرت بقلبي الفكرة أني كون فنانة طبعا لما قلت لجدة كون فنانة ضربني استعرف زمان زمان وأنا كنت شضعني شوي قال لي بتروح تبوسيلي بالأفلام ناس ومش ناس ومدرش أنه بس بيطا بوسوا مبرت السينما صبوحة كتير من الفلاشفة والأدبة بيقولوا أن الحياة بنجاحاتها وفشلها هي أرار مناخده هل أرارك لما رحتي على مصر كان هذا هو الأرار يلي حط صباح بخط الشهرة ولا كان في أرارات تانية أهم أنا كنت أحب ليلة مراد كتير فأقول بدي أصير مثلها حطيت براز أكون مثلها فأنا عم بغني بالمذرسي إجا جوز أختها لأسيا داغر قلت له خدها الصورة لأسيا داغر قال الله خليك بركب تخدني ماستيل بصير مثل ليلة مرادة فأخد له الصورة رغري ووافقت وكنت أنا قبلاك كنت عم بصلي قدام العذرة ببيت ناس أصحابنا بتباية يعني كنيسة كابلة عرفت كيف أنه مش ودلات يمكن ساعة صلي وقبكي لشفت جوز أختها بالمدرسة وقلت له الله خليك حكي يا لما قالت خليني أشتغل أنا بالسينما وهي كيف وهي صورة طيعيها كانت أنا من صغيري كان دحكتا حلوة عرفت كيف وبعدك دحكتك حلوة صبوحة إيه لما واحد بيكبر بيغير شوي المهم أنه أخدتني على مصر ونجحت كتير يعني قرار روحتك على مصر كان قرار مهم كتير مهم وصلت لسيدنا يسوع المسيح كمان بصرته بكادر عم بيتحك لي صلى الله يطل له أنه بدي أنجاح عم بيتحك لي ويعمل لهيك براسك فأنا صدقت بدي أنجاح وجنايت ولطيب أنا بأمن كتير لأن الحمد لله صبوحة لما كان اسمك جانات فغالي وبدو ما ننغير الاسم بعرف الاسم هو بيكون شغلي بيتعلق بالإنسان يعني واحد يغيروله اسمه منا شغلي هيني كيف هيك قبلت تغير اسمك وكيف سموكي صباح شوف نحنا الفنانين اللي بيفهموا بيعرفوا أنه في فئات كتير بتحبون عرفت كيف فمثلا المسلمين بيحبونا الشيعة كل الأديان بيحبونه ونحنا نحبون فلما أنا شفت جانات فغالي أنه مش رح ترضي كتير نات فخليني سمي صباح وكنت وقتا بالعراق وفي اسم صباح كتير فقلت الله رح أخذ اسم صباح الحمد لله كيف ومش الحال على هيك حطوا صورت بالمجلة وقالوا لهم للناس يعني شو بتختروا علا اسم شو ماشي عليها الاسم شو ماشي كلهم إجمع الاسم ماشي عليها صباح صباح بحديثنا هلأ أنا وعن بحكي أنا وياك ذكرت مريم العضرة كتير وذكرت السيد المسيح كتير يعني الإيمان اللي كان موجود بتفولتك بعده لليوم بعده أكتر أكتر لأ الفنان كل ما ما رأسني بيخاف أكتر عرفتي هلأ لما رحت بدي سجل أغنيات الدكتور مشيل جحة صرت ميسكة بإيده هيك وقال لي عضر دخيل إجريك صدقت أني ميسك العضرة بعدين كتير دخيلك دخيلك خلي غني منيح خلييني مضرش صليت كتير في فيلصوف صبوحة باسكال اسمه بيقول يعني اللي بيعمل حاله ملاك بيكون عم بيغلت هلأ في كتير من الناس من المشاهير والنجوم بيحاولوا أنه دايما صورتهم تكون حلوة يعني يكونوا صورة الملاك قدام الناس اليوم معك صبوحة أنت معتمدت هذا الأسلوب حياتك العائلية حياتك الزوجية بأغلاطها بحسناتها كنت تتفرجيها للناس الحقيقة أنا عشت بوضوح يعني حياتي ما في شي مخبه يعني اليوم بتقولي للنجوم أنه عيشوا على طبعتكم لك أنا يعني بحب طريقة ستفيروت يعني ما ظهرت كتير وطلعت وقجت عرفت كيف يعني كتير طريقتها كانت ميحة بالنسبة لإله أنا ظهرت وطلعت ولبست ويعني بحب بس ببيتي يعني كنت كتير مؤمنة وما أغلط لما أهلي ولا مع أزواجي ولا أي شيء أبدا أبدا الحمد لله وكنت بحاجة لرجال أنا عملت حالي بإيدي أنا ما حدا ساعدني أبدا لا لا يعني كنت بحاجة أقول هيدا بساعدني أكتر فساعدوك الرجال تعرف لأي فشلت لأني أنا ما عندي موهبة الزواج الزواج بدوا موهبة بدوا إدراء بس أنا أبدا موهبة الزواج مش موجودة عندي بحس حالي بقفص وحدا خنقني وشو الحياة يعني بواحد هيدا قال له إيه وهيد لا لا يعني يعيش مأمور عرفت إنسان لازم يعيش يطير يفتح القفص ويطير ويغني ويغرد ويروح مطرح ما بده ويبرون تني صبوح أنت ما نجحت يمكن بالزواج بس فينا نقول عشت الحب المزبوط عشت بحياتك الحب المزبوط ولا بتقول مرئة الحياة وما قدرت دوق طعم الحب أنا بدي قل لك حقيقة أنه أنا عشت حب بالأفلام لما أمثل بالطبيعة حب يعني حس أنه حب لما حب يعني حس هذا حب عرف كيف هذا حب بالأفلام عمثل فيلم وقت تجي النهاية انتهت النهاية خلاص تحت القصة بتحط حدود يعني خلاص القصة انتهت خلاص وهك تنتهي كثير من النجوم العالميين غنوا أغاني بتشبه حالتهم يعني دليدا مثلا غنيت جسوي ملاد وكانت هي تعبانة اي ايدت بياف كمان غنيت غني لفيون روز بآخر حياتها وقالت أنه هيدا الغنية هي بتشبهني صباح من أرشيف أغنية الكبير غنيتي أغنية كانت مظبوط بتشبه صباح أبدا ما غنيتي ولا غنيت المغني إذا بقدم نيح عرف كيف هيدا هون هلأ إذا أنت صمح الله أو حدا من أهلي أو شي أنه أولادي أو هكي بقى تفكر أنه غني حزن لأنه عندي حزن أو شي لا بغني للناس بقديلهم للناس لقلهم مش لقلي في غنية حساتية لما دان دنيا بينك وبين حالك بتقولي هيدا لقلي هيدا لمعت فيها هيدا بيشوفوا الناس فيها صباح في غنية في أغاني كتير في ساعات 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 بتحبي يعني يانا يانا وفي كتير أغاني مصرية بعدها اللي هلأ كلهم بغنول إياها طبعا غير عن ندى ندى ومجيب المجوز يعبوز ومويل أنا وصلت الأغنية من مصر اللبنانية بالأول كان الفن مش ديرش كتير كنت يعني بأول عمري روح مطرح يقولوا يعني إيه لبنان شو لبنان يعني قل لهم أنا لبنان بلغة ومبلغة فيروز قلوا بلدي بلغة فيروز ومبلغة دي الصافة هلقى عرفنا وين شبابي بأمرئين قلوا بتعرفي ما عرفنا ضريعتنا إلا ما غنيتي ساعات ساعات من الأغاني اللي بيحبوها كتير من الناس إيه وأنا يعني عندها هيك نكهة خاصة لإلي بس في مقطع بساعات ساعات بتقولي فيه هنذكر الناس فيه أحسي قدي إيه وحيدة وقدي إيه الكلمة باللساني ما هيش جديدة وقدي إيه منيش سعيدة وإن النجوم بعيدة وتقيلة خطوة الزمن وتقيلة دقة الساعات كانوا بيشبهوكي هؤل كلمات هايدي الغنية كتير كلامة أورجينال الحقيقة يعني ما حدا عمل مثل لب الشرق ولا بالغرب وهلأ انبسط بعمرك كمان كتير كلامة جديد فالحمد الله الله بيوافقني فيه الأغاني وبيجون صدف عرفت بيشبق ناقي هاي والهلأ الله من فوق بيجين ومرحن جايب لغنية بتنجح أغاني الغنية قبل شوي لأنه أنا دايما بشوفك مبسوطة ودايما بشوفك عم تدحك ودايما وين من وجدت بتزرع البسمة والفرحة ولكن مؤخرا لما كنا عم نشوف قصة حياة صباح تبين أنه الصبوحة عاشت الحزن وعاشت يمكن المرارة وعاشت الصعوبات بالحياة كيف قدرت تتميز بين الثنين بين تكوني هل قد حزينة ومبسوطة لو كنت أنا قديسة يمكن كانوا مثلا بعملون لو أنا مثلا بدوني عملوا قديسة بكون أنا لأنني شفت كثير هل قد كثير شفت كثير ومشيت تغرب حياتي وما أبدا عملت أشياء مش منيحة لعيشة يعني لا ما كان هم من مصدر هم هم أنا أعطي الناس لأ عملون صعباء صبوحة أنت أزيت حالك ولا الناس أزيتك صدق مش الناس يعني الزمن يمكن بي كان ظالم أعرف كيف كثير وكنت ماشي حسن ما هو بعده بعدين لما طلق طلع هالدني وصرت ضدات صرت حب اللبس حب البوس يعني اللبس عندي أهم ما شي حب غني حشوف عالم جمهور بس هيدا ما بيمنع أني شفت كثير قصص بحياتي وتعذب كثير يعني مضبوط مثل ما كانوا يقولوا بالكواليس بتحضير المسلسل الجديد عنك صباح صباح عاشت حياة لا يستطيع حدا يعيش ها نزبوط هذا صحيح اليوم صباح عايشين بمجتمع عربي يمكن بسيطر عليه الرجل المرأة لا كثير عن دحق عن دحق الحمد الله يعني بس يعني هو بقوله مجتمع ذكوري بس اليوم إذا بدي اتطلع على صباح لا بتكسر هيد القاعدة بتقول لا قدرت امرأة تصنع قراراتها وتصنع حياتها بنفسها لكن اليوم أنت ما بتشوفي مجتمع ذكوري بتشوفي يا إنسان بده يعمل حياته يا إنسان ما بده يعمل حياته مضبوط بيبقى في قوة كمان بيبقى الوحن مؤمن يصير عنده قوة كمان كتير فأنا يعني ما رأت مراحل بحياته فيها كتير عذاب ومو بتعرف الأهل بالأول